الفرقة اللي شفناها يعني كل الجمهور مبارح كان شايف الفرقة بتاعة المراس دي في المتناول بمتصر بص احمد انا هبدأ يعني من قبل كده شوية عشان بس يعني اواجه الكلمة دي للجمهور جمهور النادل اهلي احنا قبل السفر خالص نتيجة للظروف والنتيجة لحتة الكاس عالم الان دي هتأجل شوية عشان لعبة المنتخب واخدنا قصة في الموضوع ده وبعدين لما الامر اتحسم خلاص الوضع زي ما هو واصابات كتيرة ولعبة مع المنتخب كنا احنا بنقول يا ربي طب اللي ممكن يحصل اللعبة دي هتأدي ازاي معقول الناشئين هيقدوا المباراة دي كمان حاجة انت يعني كنت بتقول بعض الاقاويل وقتها لو تفتكروا قولك معقول طب الاهل يعتذر عشان ما تبقاش مشكلة هناك ما تبقاش يعني هزايم تقيلة كان بعض الناس بتقول كده فلما رحت ولعبت اول مباراة بالاداء اللي انت عملته وبالشكل اللي انت عملته الندية واكتر من الندية مع الفريق منتريي طمعت الناس وجددت الامال ان احنا لقد احنا ان شاء الله هنعمل حاجة احسن من كل مرة هنوصل لابعد من البرونزية زي ما كابت المهر بيقول مسلماني بكان بين حاجتين بالنسبة للتوليف يكمل زي المطش الاولاني يا اما يستعين انت كنت مع ايه لازم يكمل اولا في حاجة انت انت بتستعين بلعيبة يعني اللعيب الدولي اللعيب الدولي واللي عنده خبرات واللي عنده حاجات كتيرة لو مجهد هيبقى اللعيب البديلي يا كابت المهر حتى ما يعدوش خبرات هيبقى احسن منه لان هي القصة في الاول وفي الاخر هي جاري وسرعات وتركيز انت بتكلم عليه بيتم انتخب غصبا عنهم جايين من شهر موت شاقي جدا اعصاب وضغط عصبي وخسرت بطولة وصفر على طول بعدها بيوم وأجي ألعب طبقا يعني ما كانت انا في رأيه ما كانش ينفع انا كنت استمريت وكنت خليت الدكة تبقى قوية تحسبا لأي حاجة هي المشكلة بس انه لو كانت غلب في المطش ده كان هادوله زي اللعيب الدولية رجعت بس انا عالدي عن حجتي